الشيء الجميل في أقوال المسيح عدا أنه يعني الموضوع لهوتي بحت عن طبعا بكلمة أنا هو أهيا الذي أهيا في العهد القديم لكن المسيح ما تكلمش بشكل عشوائي أخ باسم أيه المسيح في كل شيء تكلم فيه فعله لما قال أنا هو خبز الحياة أشبع الألاف لما قال أنا هو نور العالم فتح عيون العمي لما قال أنا هو القيامة أقام الموتى فاللي عاوز أقوله يعني مش مجرد كلمات يعني الإنجيل تبعنا مش مجرد كلمات بل يعني آيات وقوات وعجائب بالروح القدس بيتكلم أنه مؤيد تأييد إلهي كلامك يعني 100% مظبوط أي واحد يستطيع أن يقول لكن مين يستطيع أن يثبت يعني هو قبل ما يقول أنا هو خبز الحياة كان قبلها بخمس خبزات وسمكتين أشبع خمسة ألاف نفس أستطيع أن أقول يا خدم الرب لا الخطية وأتجاصر وأقول ولا عطايا الرب شايف دي لا الخطية ولا عطايا الرب الصالحة الأرضية تستطيع أن تشبع القلب النهاردة سقف المطالب بيعلن مزبوط يعني وعلى أرض الواقع بتشوف روح تقابل مع واحد مليونير قل له إيه أخبارك؟ قال يعني أنت ساتصفى يعني أنت عندك نوع من الاكتفاء؟ هيقول لك لا عشان كده بوليس قال لي تموساوس إيه؟ قال له أما التقوى مع القناعة فهي تجارة لما أخذ المسيح لما أشبع بالمسيح خبزه الحياة ساعتها حتى لو عندي حاجات محتاجها أنا مش هشعر بإحتياج لكن هشعر بالاكتفاء أنا هو خبزه الحياة ترجمة نانسي قنقر